بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ اليوم في الفارث الأول من تشابتر الفارماكو داينامكس مبدئيا لازم نكون لما نطلع من هذه المحاضرة نكون عارفين عدة مصطلحات منها إيش يعني للايقند إيش يعني سيجنال إيش سيجنال ترانس داكشن إيش يعني سيجنال أمبليفيكيشن نعرف الإنزايم مودل نعرف إيش معنى قيتنج نعرف إيش معنى الكاسكيد نعرف إيش معنى سبيرنج إيش معنى الماكسيمال إفكت إيش يعني بتنسي إيش يعني إفكاسي تمام الآن نشرح عن الفارماكو داينامك الآن الفارماكو داينامك هي how drug can affect the body تمام هذه كفكرة مبدئية إنه كيف الدواء ممكن يؤثر لي على هذا الجسم بالتالي منفهم هون إنه إحنا عندنا الجسم وعندنا دواء فيما بينهم إلا هي حلقة حلقة الأكشن أكشن لدرق أكشن لدرق هو يعتبر الفارماكو داينامك في هذا الدرق تمام بالتالي في هذا المحاضرة هنتعرف أشياء بتخص لدرق والدرق as a ligand ماشي نتعرف عن البوتنسي إلو الإفكاسي إلو وبالإضافة لأيما نتعرف تأثيره على الجسم طبعا في الجسم نجد الـ target areas أو targeted tissues لهذا الإدرق الـ target area أو target tissues ممكن تكون receptor ممكن تكون something other than receptors لكن أكثر إشي حنركز عليه في هذه المحاضرة هي موضوع receptors كيف تشتغل هذه الـ receptors أيش أنواحها كيف شو ممكن الجسم يغير عليها استجابة للدواء كيف هل ممكن نشغل receptor كامل نشغل مجموعة receptorات وأشياء ثانية كل هذا الأشياء هنفهم إن شاء الله في المحاضرة في المحاضرة هاي وإن شاء الله أنها مش هتكون طويلة يعني مش هيكون طولها مزعجة بإذن الله يعني هنحاول إنه نصل لأشي يكون منطقي وتسلسلات منطقية بحيث يسهل موضوع الحفظ وخلينا نبدأ هنا learning objectives زي ما يكاتب الدكتورة في السلايد define pharmacodynamics list the major receptor families and their characteristics explain the features of signal transaction discuss graded dose response relationship compare between potency and efficacy related drug concentration receptor binding and pharmaceutical effect طبعا هي الدكتورة وصلت لهون ويعني ما كملت المحاضرة ظل تقريبا سرائدين أو ثلاث المفترض إنه تخلص القمية فيما بعد نبدأ في فرماكو دايناميكس describes the actions of the drug on the body يعني تصف هذا الفرماكو دايناميك زي ما شرحنا أنها تصف تأثير الدراج والأكشن تعوى على هذا الجسم most drugs exert both beneficial and harmful effects by interacting with specialized target macromolecules called receptors سو لما نيجي نحكي آآ ريسيبتورز معاناته هذي عبارة عن ماكرو موليكيولز تمام سبيشيلايز 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 تاركتد آآ باي دراج ريسيبتور كومبليكس آآ بأثر على هذي الخلايا أو على هذي التشوز ببروسيس بسموها signal transduction جميل فرماكو دايناميك هون في صورة انو كوبايد ريسيبتور دازلنات انفلونس انتراسيلورر بروسيس يعني هو عبارة عن يعني الريسيبتور هو عبارة عن بروتين يعني بشكل عام هو عبارة عن آآ بروتين آآ موجود على الخلايا آآ أو ممكن يكون غلايكو بروتين طبعا آآ الريسيبتور آآ بيجي لدراج آآ ايش يعني لايقند يعني كيف القفل والمفتاح آآ يعني بنعتبر المفتاح هو اللايقند والقفل هو الرسيبتور فمجرد ما يرتبط هذا اللايقند مع الرسيبتور بيعمل لي إيش بيعمل لي إفكت إن كان هارمفول أو بنفيش آآ هذا بعني لي إنو إيش آآ حتنتقل إشارة حيتكون عندي إشارة سيغنال وهي السيغنال راح يتم نقلها لداخل الخلية بالتالي خلينا نناقش اللي هو السيغنال ترانسدكشن اللي هو نقل هذه الإشارة الآن ندرق رسيبتور كومبليكس نكمل عنه كل رسيبتور في الجسم له رسيبتور خاص فيه إن كان آآ كولينيرجيك رسيبتورز أدرينيرجيك رسيبتورز نيكوتونيك هذا معنى هذا معنى إنو هذا الرسيبتورز إلها يعني آآ خصوصية في كل إفكت إلها الآن في مصطلح اسمه الأغونيست وفي مصطلح ثاني اسمه الأنتاغونيست أتوقع مرن في الفرماكوكايناتيكس آآ الأغونيست إنك تعطي أو لدرق يعني يشكل يشكل الفيسيولوجيكال إيفنت تمام هذه الشغلة الأولى كيف عن الفيسيولوجيكال إيفنت يعني لما يجي لدرق مثلا يشابه الأسيت الكولين يعمل على الإفراز فهذا هو أغونيست هذا درق أغونيست ماشي لكن لما نجيب مثلا درق أخر يعمل بلوكينج لريسيبتور ويمنع أو يضادد الفيسيولوجيكال إيفنت هذا معناته إيش أنتاغونيست تمام تمام المغنيتود of cellular response يعني how much we have response if this response was harmful or beneficial is proportional directly to the number of drug receptor complexes يعني كل ما زاد عندي عدد drug receptor complexes هذا بيعني لي افكت أعلى يعني occupied receptors برقم أعلى نوت not all drugs exert effects by interacting with a receptor هاي اللي حكينا عنها في بداية المحاضرة في الانترودكشن إنه إحنا عندنا تارغت يعني مش بالضروري يكون عندنا التارغت هو receptor only ممكن يكون هذا التارغت مثلا non specific مش ريسيبتور مثل نظام الأنتي الأنتي أسيدز في المعدة يتم له تأكل هذه الأنتي أسيدز ولكنها تعمل زي نظام الكليشن أو يعني تتفاعل مع المادة الحمضية بحيث إنها تعلل pH إلها يعني تخليها أكثر تخليها أكثر أكثر قاعدية وهذا المثال طبعا ضربت الدكتور عندكم في المحاضرة نجي نجي نقرأ هون مثلا هاو دو دراجز وورك هون موسي دراجز ردوز دير افكت باي تارغتينج سبيسيفيك سيليولر ماكرو موليك نولز يعني هون بديش أقرأ الفقرة ولكن بدي أشرحها الهدف إنه إحنا في عندنا تارغت داخل الجسم وبدى يصل لهذا التارغت اللايغند تمام مدام وصلوا اللايغند بأي شكل كان حيستقبلوا إما في ريسيبتور أو في إشي غير ريسيبتور تمام مثلا في عندنا اللي هو سيل ممبرين أوف باثوجينز تمام هذي يعني أحد التارغت وهو ليس بريسيبتور حلو ممكن اللي هو الباثوجين اتسلف يعني يعني نفس الباثوجين يتم يكون هو التارغت ممكن كمان احنا نعمل زي كاليشن الكاليشن طبعا هو عبارة عن زي اندماج المركبات الأيونية أو يعني بترتبط مع بعضها بحيث انها تكون بلك يعني عشان يخلي عشان يمسك هايذ المادة أو هذا الايون ويمنعه من التحرك ويمنعه من الابزوربشن من الدم إلى الجسم وغيره وهذا هو النظام يعني فبالتالي احنا لما نحكي مش كل الأدوية لازم تعطي الإفكت تاحها بناء على الريسيبتور في عندنا تارغت اخرى ولكن الميل اللي يعني الميل اللي منتشرة في الجسم هي عبارة عن ريسيبتورز لذلك نولي اهمية للريسيبتورز في المناقشة اكثر من غيره في الفرماكو دايناميج ريسيبتورستيتس ريسيبتورستيتس زي ما بتذكروا هي كانت محاضرة في البيوكم عن نظام الإنزيم اللي هو اللي كانت كي موديل أو الارستيت والتيستيت لكن هون هم محاطنينها ايش بمصطلح اخر انو ارستيت و ارستار اللي هي النجمة هاي فالريسيبتورز exist in at least two states in active form and active form that are in reversible equilibrium with one another usually favoring the in active state that may affect this equilibrium and cause shift to the particular state تمام الان خلينا نرجع لموضوع اللي هو ال agonist وال antagonist هالسع الار طبعا كلمة هون ار تعبر عن كلمة relax تمام لانو احنا نعرف من ال conformational change للانزيم حلو بانو بيكون relax اذا ما كان عليه ligand او مرتبط فيه substrate الو فبالتالي بيكون في ال R state طيب طيب فانا لما استهدف هذا ال receptor حلو حسن انسوا قصة ال انزيم خلونا عمصطلح ال receptor ماشي احذبوها من الدماغ يعني صلفة ال انزيم لان قصة ال receptor انو انا بعطيه agonist معناته هعبي اكثر active state هخلي عندي receptors active اكثر من المش اكتب بالتالي اتجاه الاكوليبريام حيتجه نحو الاكتب نحو الاكتب فورم يعني اذا كان عندي هذا هون اللي هو ال in active وهي عندنا ال reversable او هون هي هذا اللي هو ال active تمام هيكون اتجاه الاكوليبريام مع ال agonist باتجاه الاكتب وهذا شيء منطقي لانو احنا لما نربط ال ligand في ال receptor معناته هصير لي activation لهذا ال receptor بالتالي هيصير لي conformational change وينتقل من ال relax state لل active state تمام هذه قصة القصة الثانية لهي ال antagonist antagonist على العكس وبعمل بحافظ على انه هذا ال receptor يظله relax واذا ظلوا هذا ال receptor relax معناته ايش ما في عندي effect فهيعمل لي blocking هيعمل لي blocking لل effect لل effect اللي بنتج عن تفعيل هذا ال receptor تمام 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 الان في معلومة من الكتاب المعتمد عندكم وحكيتها الدكتورة اللي هي اللي هي ال active state magnitude of biological effect ديركتلي يعني ان احنا في عندنا ال active state كل ما كان عندي receptors active اكثر كل ما كان عندي magnitude of biological effect اكثر واصف واصف ان شاء الله الان نروح لل major receptors families هم عبارة عن اربعة major receptors families اللي نروحان لي اللي دوسة الان نروحة اللي جي بروتين كبل ريسبتور انظيم لنكترسيبتور انترسيلولار انتراسيليولار ريسبتور تمام طيب نبدأ فيه الريسبتور is defined as any biological molecule which a drug binds and produce a measurable response يعني هو عبارة عن مركب بيولوجي منيقدر نقول يعني بشكل عام هو مركب بيولوجي الريسبتور بيولوجي معناه انه يعود يعني يعود الى الخلق والاحياء انه مركب موجود في الاحياء يعني في المخلوقات بشكل عام اللي لما the drug binds to its hello لما the drug يرتبط في هذا الريسبتور بالضرورة بده يعمل لي مجرابل ريسبونس يعني ريسبونس قابل للقياس او للوزن مش بالضرورة يكون وزنه بالارقام ولكن يعني له كمية محددة مثلا يعني انه مكمم او له كمية هذا معنى مجرابل ريسبونس those enzymes and nucleic acids and structural proteins can act as targets for drugs or endogenous agonists تمام هون الدكتورة عدلت كلمة receptors وحكت انه عشان يكون اكثر دقة انها تكون targets لانه نيوكليك أسد مثلا مش هيكون ريسبتور هذا من المؤاخر مش هيكون ريسبتور او هو يعني لا يشكل ريسبتور or endogenous agonist or endogenous agonist طيب the richest source of receptor are membrane bound proteins that transduce extracellular signals into intracellular response اكثر مكان بتلاقي موجود او يعني اكثر اكثر مكان بتلاقي فيه او يتتتوافر فيه الريسبتور هو مكان الميمبراين بالعاد دعما الميمبراين of cells you have you have money and money of uh receptors وهذا ريسبتور بالعاد بتكون membrane bound proteins هلو these receptors on the cell membrane have a function to transduce extracellular signals into the intracellular into the intracellular area to make effect may be harmful or beneficial to the body لانو في ادوية اخرى معليهاش معليهاش يعني بكون لها فوائد علاجية يعني ممكن هذا مصطلحة مصطلحات عامة اصلا كلمة drug احنا عارفين انه معناها اي شيء يؤثر على الجسم ان كان يؤثر بشكل سيء او يؤثر بشكل غير سيء فيعني هذا الكلام واضح طيب طبعا هون اه حسيت حارفة الشيقة عن كلمة endogenous agonist endogenous agonist معناها انه اللهم اللي بيكون الجسم يعني بنتجها مثل اسيت الكولين مثل اللهم الدوبامين والاشياء يعني الاشياء هاي هاي الاندوجينيس تمام طعب الماجور ريسيبتور فاميليز ماجور سيبتور فاميليز اول اشي عندنا اللايغاند اللايغاند غيتد ايوني تشانل مثال اللي هو الكولينيرجيك نيكوتينيك ريسيبتور وهو هنتعرف على مصطلح اسمه القياتينج حيو مصطلح القياتينج اللي حكينا احنا لازم نكونوا عارفين ايش معنا من فوق من فوق بالترمينولوجي طيب change in membrane potential or ionic concentration within the cell هسح هون احنا بدناش نشرح هاي الصورة بس نتعرف يعني على الانواع ونتعرف على examples G-protein-coupled receptors ماشي ألف عن بيتا-دreno-receptors enzyme-linked receptors example insulin receptors intracellular receptors example steroid receptors طيب اللهم صلى على سيدنا محمد نبدأ في الأول وهو transmembrane ligand-gated ionic channels the extracellular portion of ligand-gated ionic channels contain the drug binding site the site regulates the opening of the pore through which ions can flow across the cell membrane the channels is usually closed until the receptor is activated by an agonist which opens the channel perfume the second example nicotinic receptor نيجي هون على هذي الصورة احنا عندنا اللي هو مثلا النيكوتينيك ريسبتور خلنا نحكي لانه هون هو قابة هذ اللي أنا جابه بس مش مشكلة يعني نمهمش الفكرة نحكي عن النيكوتينيك ريسبتور بالعادة هذي الريسبتور بيكون عليها اللي هي ionic channels وهذي الـ ionic channels have extracellular portions هذي الاكسترسلular portions هي اللي بتحدد انه انا افتح القناة او اسكرها تمام عندنا هذا هو هذا هو الريسبتور او او هذي هي الـ channel تمام have extracellular portion برتبط عليه لدرق تانا او المادة اللي معانا مثلا اه نيجي هون هذا الدرق تانا تمام بيجي برتبط على الاكسترسلular portion لما يرتبط قبل ما يرتبط على الاكسترسلular portion بتكون القناة هاي متضيقة هذيها مغلقة ممنوع ممنوع اشي يدخل او شي يخرج لما ارتبط هذا اللايقن تانا شو بده يتحول بده تتحول لقناة ايش بتفتح ولا هي هون كالتالي هاي قناة اصبحت مفتوحة ويدخل ويخرج منها الايونات او او يعني انا اذر اه charged molecules كلمة مهمة طبعاً وهذه هي فكرة يعني الايون فكرة الايون التشانل انو احنا في عندنا لايقند بيجي برتبط على الاكسترسلular portion بعمل لفتح لهذا القناة هذا القناة تشكل بورس اه موجودة في السيل ممبرين تتيح دخول او خروج اه تتيح دخول او خروج اه اللهم صلى عزيزي المحمد اللي هي الايونات او charged molecules يعني مش بضرور الايونات لكن هون عندنا ال nicotinic receptors ماشي مثل مثلا تأثير ال nicotin وهو اه عبارة عن نواق العصابية ماشي اذا بتذكروا في ال action potential كان في عندنا اللي هي sodium potassium ionic channel sodium potassium ionic channel اللي هي بتسمح بدخول وخروج الصوديوم والبوتاسيوم وهذه يعني هذه هي فكرة الايونات طيب ننتقل لنوع اللي بعد نوع اللي بعده هو عبارة عن transmembrane G-protein coupled receptor طيب نحلل هذا الاسم وهو عبارة عن transmembrane يعني ناقل على الممبرane تمام يعني اشي موجود على الممبرane وهو يشكل يعني هو زي نظام المواصلات هذا الاسم يعني بيكون واقف في محطة معينة بصير تحفيز التحفيز طبعا بنزين الو وبنتقل لمنطقة ثانية عشان تحفيز تحفيز حلو هنفهم اللي بنحكي هضا لما نيجي نحكي عنه بشكل مفصل المهم فهو transmembrane يعني found in membrane and trans duct the signal from out to the inner by the cell membrane يعني ينتقل هو داخل membrane G-protein هذا اول اش عندنا هذي اللي هي البورشن جزء منه coupled receptor ههو عبارة عن G-protein موجود مع receptor تمام تمام الآن نبدأ هون في الصورة هاي العجيب بتاعتنا اللي هي un occupied receptor does not interact with G-S protein طبعا G-S هون ومقص G-stimulatory protein تمام حلو اجي هذا اللايجند تعنا هورمون رينيور ترانزميتر وتبر برتبط على هذا الريسبتور تمام هذا الريسبتور مكون من 7 alpha helical structure حلو احد احد هذول helical structure منه ترقم مثلات طبعا بترتبط مع ايش بترتبط هذا G-protein حلو ترتبط مع هذا G-protein لما ترتبط مع هذا G-protein يؤدي إلى تفققه حلو أول نقل إشارة هذي الإشارة بتحفز لي أنه سير فوس فول ريش لل alpha sub unit of the G-protein له هون يعني أنا وصلت اللايغن تعي هورمون or نيور ترانزميتر هاي نقلنا 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 الإشارة هون نقلنا الإشارة حلو وربطناها على الألف sub unit ارتبطت الألف هلكل structure هذا مع الألف sub unit الموجود في الج protein حلو حفز لي الجي تي بي الجي بي عمل في سفوريليشن أو في الجي بي تمام للألف sub unit شو عمل لي الآن عبارة عن مالتي مر هذا البروتين هذا كومبليكس ماني sub unit ماني دومي ماني دومين مانش هذي الألف sub unit صار الها فوس فوريليشن اكتيفيشن انتقلت للأدينيل سايكليز حلو الأدينيل سايكليز بدوره عملين اللي سايكلي اي ام بي واللي بنسميه هو السكند ميسينجر تمام تمام اذا القضية عندنا في ثلاث اشياء لازم تكون عارف اول شي بدي يكون عندي تمام والشغلة الثانية بدي يكون عندي الجي بروتين وهذا الجوب الجي بروتين عشان يصير له اكتيفيشن لازم يصير لازم لفوس فوريليشن تمام طيب الآن خلينا اراجع للا الاول شي لهذا بسرعة هي عبار عن ريسيتور and جي بروتين and second ميسينجر trans trans ديكتور او ناقل او منتج second ميسينجر فهي القضية كالتالي شوفوا هذا الجي بروتين الصراحة يعني شيء من الاشياء اللي جدا اندرست وعليها يعني ابحث بالهبر طيب الآن هذا الجي بروتين هلو عبارة عن الو في عندنا targeted enzymes طبعا الجي بروتين كيف بنفعله قلنا في بدو يجينا هون يك لاج اند يجي بفعل الجي بروتين الجي بروتين بدوره لما يصير فوس فوس فول ري شن الو تمام بدو يستهدف لي اما الادني سايكليز يعمل القواني سايكليز يعمل فوس فول لاي باس سي حلو حلو لما انا انتج عندي او اروح يكون الانزيم عندي ال targeted one الهو الادني سايكليز هانتج سايكلك اي ام بي احفز بروتين كاينيز كولد بروتين كاينيز اي واللي بدوره هيروح يعمل افيت انزيم ترانسبورت بروتين اتسترا تمام سيم ايديا مع الگواني للسايكليز اللي هو الجي بروتين بيجينا لايغاند لايغاند يحفز الجي بروتين الجي بروتين تارجت للقواني للسايكليز بيحفز لانتاج السايكليك جي امي بي بيرفاع للبي الجي اللي هو بروتين كاي penetrate تبعا specific لكل اشي الو specific بروتين كاي بيرفاع ومن هون بتيجي تاعت اللي ه المسلز حلو وفي عندنا اشي اسمه الفوسفولايباز C as a targeted by الجي بروتين يعني اللايغند بيأثر على الجي بروتين الجي بروتين target الفوسفولايباز C بيكون لي الانوسة انوسة الفوسفيت 3 مع الداق الاثنين بتم تشغيلهم والاثنين بحفزولي الان الداق بتحول لا امينواسد يكونوا سانويدز ماذلا released as local hormone هذا اللي هو هذا واحد من الدافاتفز اشي مش مهم نهائيا لعملولو skip ماشي المهم انه باثر لي على الايون channels بالاضافة لانه باثر لي برضو على البروتين كاينيز C ترون انتو الان ركس وكيف تكونوا تحفظوا عالبيكي a في عندنا a mb بكي g عندنا g mb بكي c عندنا فوسفولايباز C and their derivatives لهم الابي 3 and dag طيب لان نقرأ transmembrane G protein coupled receptors after dissociation the alpha and beta gamma subunits are free to interact with the specific cellular effectors طيب هون لما قالك after dissociation المقصود فيها هاي لما صار ارتباط لما صار فوسفوليليشن باي الجي تي بي وفكت الالفة ساب يونت عن البيتا جامع تمام بصير عنده ايش افكتر 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 اينزايم او بروتين او اي ماكرو مولكيول من اللي حكينا هم ايش هذا الافكتر اللهم الثلاث اللي حكيناهم هون الأدينال سايكليز إقوانيل سايكليز and FosfoliBSC تمام هذر هم الأفكتور يوجوالي an enzyme or ionic channel that cause better action within the cell تمام these responses usually last several seconds two minutes هذي معلومة كمان لما كنا نكع عن ionic channel كنا نقول for millisecond أو لوقت بسيط تمام لوقت جدا لا يذكر لكن هون باللاحظ إن الجيب روتين يحتاج وقت the last several seconds two minutes تمام often the activated effectors produce a second messenger and we'll use that further activated other effectors in the cell causing signal cascade effect هساشوفو second messengers اللهم عندنا cyclic a.m.b cyclic g.m.b. i.b.3 dac هذر كلهم يعتبروا second messenger تمام signal cascade effect هنحكي عن signal cascade effect بس شوية نرجع نحكي عن adenyl cyclis and phosphol ibsc طبعا أخوان الصورة اللي بالأزرق اللي هي هاي هاي مش مش من الكتاب وطبعا ولا الدكتورة كانت طالبيتها بس حبيت يعني عجبتنا الصورة وحبيت أشرح عليها هون الدكتورة مختصر لي تلك الوضع عندنا adenyl cyclis وعندنا phosphol ibsc نظر as effector enzymes or molecules effect of g protein على adenyl cyclis activated by g stimulatory and inhibited by g inhibitory phosphol ibsc activated by g q g q حنشرح عنه بعد شوية نقول ايش هو g q طيب second messenger by adenyl cyclis هيكون عندي cyclic adenosine monophosphate اللي هو cyclic amib بالphosphol ibsc هيكون عندنا on acetol 145 triphosphate تمام اللي هو ib3 and diacylglycerol اللي هو DADC حلو يعني هاي هاي اشياء للحفظ تمام يعني الاهم شك أن تكون فهم الميكانزم هاي آآ بالتالي هتحفظ هاي الاشياء وان شاء الله انو يعني شرحناه وكفينا ancillural effect of adenyl cyclis activation is activate protein kinase A قلنا لكم A cyclic amB معناها protein kinase A إدراسيولر كالسيوم كونسانتريشن برفع لي الكالسيوم برفع لي الهو الكالسيوم اللي حيزيد للكونتراك تليتي للمسلز تمام تمام بالاضافة انو عندنا الان. الداج اندل سايكلي اي امي بي اكتيبيت سبيسي فكي بروتين كيناس ماشي او بياثر بشكل مباشرة على الايون التشنل اسمه بروتين كاينيسي كمام فيروس فيسيولوجيكال افكت اي بي 3 انكريز انتراسيلولار كاليسيوم كونسنتريشن اكتيبيت اذا بروتين كاينيز اي بي 3 اكتيبيت از اذا بروتين كاينيزز اشياء للحفظ هاي هون الميكانيزم الها طويلة يعني صعبة يعني ما فيدع اشرحها ومش هتكون مفيدة الكم حاليا تمام نان روح للانزايم لينكت ريسيبتور طيب اللي هو الانزايم لينكت ريسيبتور والنزاع الانزاع الانزاع الانزايم اصدقائي فوصف اللي هو الانزاعigner فوصف اللي هو الانزاع الانزاعي احنا انتنا اسمه ريسيبتور الآخرة هذا عبارة عن إنزايم for example need to need substrate to be activated حلو هذا الإنزايم بتكون عليه رسيجيوز بصير لها فوسفوريليشن هذا الفوسفوريليشن يؤدي إلى الاكتيفيشن لهذا الإنزايم and elect their effect تمام هذه الفكرة الأولى الفكرة الثانية وهو الإنسولين رسيطور اللي هو المست كمون واني بنحكي عنا ويشرح عليه اللي هو إحنا عندنا اللي هو إنسولين رسيطور inactive because we have no insulin no substrate bounded to the enzyme and we have no فوسفوريليشن تيروسين كينيز أو تيروسين رسيجيو so we have here an insulin receptor composed of 4 subunits 2 alpha and 2 beta these subunits these subunits become confirmational changed by a ligand attaching we have an insulin insulin represent as a ligand this ligand attached to the alpha subunits or between alpha subunits groove يعني إنه الإنسولين برتبط في الجروف هذا اللي هو المبين alpha subunits بالإضافة لأنه بعملي conformational change لما يرتبط لما يصير عندنا conformational change بنأكتب اللي هو tyrosine kinase receptors الموجود على هذا على هذا الإنزيم تمام هذا tyrosine kinase receptor tyrosine kinase موجود على طبعا بصير له self-phosphorylation or auto-phosphorylation same idea هذا الشي لما يرتبط اللايقند وتصير عندي phosphorylation هذا الشي هيحفز عندي إنتاج اللي هي signaling pathway هذا signaling pathway هتعمل اللي اللي هو effect بتاع activation of this enzyme تمام خلونا نحضر فيديو بسيط عن الإنسلين وإن شاء الله أنه إذا ما كنتوش فهمين مني تفهم منه بسيط 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 I've characterized it as a molecular handshake as the two proteins dock together When insulin binds to the outside parts of the receptor it brings the two halves of the receptor together and at the same time the two parts muzzle matrices to unwind and make disconnected These two proteins then activate each other This activation allows the insulin signal to enter the cell. Specialized proteins interact with the activated receptor just below the cell surface. السعودة تستطيع البيضات هذه المشكلة لتعني حيث يمكن البيضات لأمور عمراء موجودات مدى في كسكرة المطلة هذا التستطيع الحلية يخبرت إلى شكل مدى المشكلة بجلوكوس لإستعمال مستدولة ان نكمل عن الانتراسيلولر ريسيبتور س primary targets of activated intracellular receptors are transcription factors يعني اهم تارجت بالنسبة لهذه اللايغنز او intracellular receptors اهم تارجت اللايغنز اللي معنى او الدواء اللي احنا بدنا نوصفه هو عبارة عن transcription factors هو عبارة عن transcription factors اللي موجودة طبعا في السلة nucleus طبعا transcription هي عبارة عن عملية 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 coding للجينز تمام transcription translation فاهم اشي عندنا هون transcription بالنسبة لل intracellular receptors دفكت تيكس اوار 2 دايز اوار 2 دايز لانو دائما دائما ال coding او الشغل على ال dna يكون بطيء تمام مثلا بخذو او هورمونز او كذا او اشي ازيك دائما تحتاج الوقت لحتى تعمل ال response تاحا تمام اذا تارجت منترسلولار لاتينا بنترسلولار لخزين او مبادرة عن البيض اعتقد واضحة طيب و هو حالا signal transaction وهو مفهوم او او فينومينا جدا مهمة تمام او الاشي لازم تكون فهم من signal transaction شغل عنو انو بصير عنو بصيرا signal amplification ومنه حتتفرع عندنا قضية قضية تتعلق بريسيبتورز اللي هي مثلا الاب ريجوليشن الداون ريجوليشن او التاكي في الاكسس تمام والديسنسي تايزيشن الداون ريجوليشن و بريسيبتورز هي الديسنسي تايزيشن لكن اه هسا واحد هيسأل يعني طب ليش حطين هذي في نقطة وهذي في نقطة هي القضية مش انه هذول متعلقات مع بعض بشكل مباشر بس هنالك علاقة غير مباشرة ماشي ولكن نعتبر هذي خاصية وهذه خاصية سينجنا الامبليفيكيشن هي خاصية للسيجنال ترانس داكشن بالاضافة للديسنسي تايزيشن عن داون ريجوليشن او بريسيبتورز هي خاصية برضو للسيجنال ترانس داكشن نبدأ في السيجنال امبليفيكيشن اول اشي السيجنال اللي ابتصلنا من الريسيبتور هي عبار عن اشارة الامبليفيكيشن هو تضخيم هذه الاشارة طب لما نجيب شيء صغير ونعمله تضخيم تمام هذا الشيء هيؤدي انه عندي انا ممكن يصير عندي افكت اكبر من السيجنال اللي انا وصلتني تمام هذه الفكرة يعني باللغة العامية الا ما نجي نحكيهم مثلا جي بروتين linked and enzyme linked receptors can amplify signal الانتنسيتي and duration اركز لي انه الانتنسيتي الشدة والزمن يعني الجي بروتين والانزيم linked مش غيرهم بعملوا انتنسيتي and duration amplification في the signal cascade effect يعني نحكي ان احنا بدي يصير عندنا amplification ويهاف انا cascade يعني الكاسكيت لازم تكون موجودة عشان نعمل الامبليفيكيشن الكاسكيت تتكون عادة من انزيمز من انزيمز كل منهما يحفز الاخر حتى نصل للtargeted area او targeted function لذلك هذه الكاسكيت هذه الانزيمز بتعمل amplification تضخيم للسيجنال او primary signal coming from the receptor and coming from the receptor drug uh complex تمام الان الاكتيفاشن of G proteins persist for a longer duration than does the original agonist receptor complex تمام طب only a fraction of the total receptors for a specific ligand may need to be occupied to elect a maximal response وهذا مصطلح اخر مصطلح مهم جدا الا هو الماكسيما response الانزيمز المنزم هذه التعليقات الارسي لديه إجائية المترجم الى الامبليفكيشن وهذا بحكم طول الكاسكيت داخل الخلية وبحكم وهو العامل الاكبر في هذه القضية وهو الامبليفكيشن اف ديس سيغنال تمام هذه المعلومة الاولى الان في عندنا معلومة ثانية لان اي خلية تمام بكون عليها ريسيبتورس بكون عليها ريسيبتورس هذا الريسيبتورس هدف انها تتوصل لافكت تمام هذا الافكت متى بنقول له ماكسيمال افكت لما يكون اكيوبايت اول او 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 اناف ريسيبتورس توليكت ذا افكت تمام انه احنا يصير عندنا اكيوبشن لهذه لكم من الريسبتور قادر على انتاج سيغنالز تعطيني الماكزيمال افكت هذا معناه انه الماكزيمال افكت يعني انا لازم يكون عندي ريسبتورز اوكيوبايت وبتعطيني الماكزيمال افكت اللي هو الوونتد افكت تمام الوونتد افكت ليس اقل ليس اقل من المراد يعني كما تقال لكن احنا في عندنا قضية حلو وهي قضية قضية حماية للخلية اضافة انها ادفنتج للخلية والرسبتور انه ممكن كم صغير من الريسبتورز يؤدي الوظيفة ويعمل لي الماكزيمال افكت جميل جميل وهذا الخلايا بتكون عندها اكيوبايت ريسبتورز ون اكيوبايت ريسبتورز فالاكيوبايت ريسبتورز هذا الكم من الريسبتورز اللي بصير الاكيوبايتشن شو بدو يعطيني الماكزيمال افكت في بضل كم اخر ما بصير عليه تعبئة ما بتعباء ما بص بيكون الكمبلكس حلو اذا عندي ماكزيمال افكت وعندي كم من الريسبتورز ما عليهم ارتباط للادرق او للايقاند هذول الكم من الريسبتورز ما عليهم لما عليهم الدرق او لايقاند بنسميهم سبير ريسبتورز ركز معي هون ايش يعني سبير خلنا اذكركم بشغل السيارة اكيد بتعرفوها يعني السيارة تتقون من اربع عجلات يعني من رب الرسم يعني مش شاطر ماشي وفي عندنا عجلة سبير تمام الاربع عجلات هم الاكتف وبيعطوك الماكسيمال افكت للسيارة ان السيارة بتكون ماشي هذا الماكسيمال افكت للسيارة لما ييجي يضرب واحد منهم تمام منضطر انه ننزل هذا الاسبير ونغيره للسيارة بحيث تكمل الماكسيمال افكت وهيكب تعمل الخلية نفس النظام افرض ان اتعطل عندي سم ريسبتورز او صار لهم ديستركشن الاثر ريسبتورز as a spare receptors بتكمل لي الا هو بتكمل لي لحد ما يعطيني الماكسيمال افكت تمام واضح ان شاء الله عزواجر 而且 کنا boards teams and down-regulation of receptors اولا نكون عارفين انه عملية arfHere a 돼zincitization هي عملية حماية للخليل لا اكثر ولا اقل هي mechanism of protection تمام هي ميكانيزم عشان تحمل خلية وهي تتكون من الثلاثة أشياء إما التاكي في لاكسس حلو الشغلة الثانية داون ريجوليشن الشغلة الثالثة الأوب ريجوليشن نبدأ في الأولى وهي التاكي في لاكس أول إشي نقول إشياني تاكي وفي لاكسس تمام تاكي في لاكسس تاكي يعني المسارعة أو شيء يتسارع والفي لاكسس معناها الوقاية تمام يعني يعني خلو مع العام ماشي إنه وقاية سريعة أو تسريع الوقاية لهذه الخلية ماشي من إنها إيش يصير لها تدمير أو يصير لها إلا هو موت أو death أو أبوبتوسيس أنيوي لما نيجي نحكي بقول لك ريبورتت ريبيتت أو كنتينيوس أكثر مما تتحمل هذه الخلية يعني هذه الكلمة هي أكثر مما تتحمل هذه الخلية تتحمل تقوم هذه الخلية بفسفرت هذه الريسبتور يعني بتعملها فسفوريليشن على أساس تصير هذه الريسبتور ديسنسيتيز لأني دراج أو أني لايقن هذا الشيء هيخفف الاستيميوليشن على هذه الخلية ويخليها بروتكتد سل بيحمي هذه الخلية من هذه الفكرة الثانية وهي الداون ريجوليشن ريسبتورس مي بي انترنالايز بذين ذا سل ميكين ذم انا بالابل فور فيرثر اغونيست انتراكشن برضو الاغونيست ولكن ميك نزم ثاني عشان تحميها من الاغونيست اللي هو الداون ريجوليشن طيب أنا ما دام عندي ريبيتت أو كنتينيوس استيميوليشن معنا تقول أنا أبدأ ماذا الخلية إذن الطريقة الأولى هي التاكي في الاكسس حلو والطريقة الثانية هي الداون ريجوليشن الداون ريجوليشن هو عبارة عن عملية عملية خفاء الريسبتورس خفاء الريسبتورس لما نخفر الريسبتورس مش حتكون اكسبوجر للدراج أو اكسبوجر لللايجن بالتالي مش حيرتبط معها البساطة شديدة فلذلك احنا بنحمل خلية من الأغونيست اكشن ماشي والريبيتت استيميوليشن باي أغونيست دراج باي تو باثويز اللي هم متاكي في الاكسس عندي داون ريجوليشن أو فيسبتور الشغلة الثانية أو الثالثة اللي هي داون ريجوليشن يعني هو بعطيك مثال هون ايش المثال المثال هو عبارة عن النيربز عبارة عن النيربز 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 احنا بنعرف انه فيه بالاكشن عدة فيزز واحد من هذول الفيزز اسمه الريفراكتوري فيز الريفراكتوري فيز بتصير الخليه فيه ديسنسيطايز ماشي والذي يمثل هذا الشيه انه بصير ايش ديسنسيطايزيزيشن لاني استيميوليشن اذا بتذكروا الاكشن بوتنشل اه الريفراكتوري بريد ما كانت تستوعب يعني الخلية العصبية تصبح غير قادرة غير قادرة او او لا تشعر باي باي بوتنشل باي بوتنشل ممكن يؤثر عليها ما بتتعثر فيه نهائيا لانها في رفراكتوري بريد ولا يمكن تتعثر ديسنسيطايزد ريسيبتور موجودات على هذا اه على هذه الخلية يعني لهو هون المكتوب سم ريسيبتور سم ريسيبتور موجودة 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 طيب احنا قلنا الانتاغونيست هو شيء يعاكس الفيسيولوجيكال افنت ومانلي باي بلوكينج احنا بنعمل بلوكينج لرسيبتورز الريسيبتورز بحيث انها ما تعمل لي اكتيفيشن لاني كاسكيد ممكن تؤدي لا افكت حلو فاحنا ريبيتت اكسبوجر اف الريسيبتور اف الريسيبتور اف الريسيبتور اف الريسيبتور لما انا اعمل بلوكينج لهذا الريسيبتور يصبح هذا الريسيبتور اا اا بالتالي الخلية تستشعر اا يعني عن طريق اا اا يعني اشارات معينة الخلية بتعرف انه احنا عندنا هذا والله الريسيبتور بطل يشتغل فبتضطر انها تعمل الريسيبتور سينثيسايزينج ريسيبتورز وبتطلحها على اا على وجه الخلية وعلى السيل ممبرين هذا بيزيد لي عدد الريسيبتورز الموجودة على سطح هذه الخلية وهذا ما يسمى الابريجوليشن اف ريسيبتورز ماشي ماشي وهذا بيخلي الخلية مش بخليها مور 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 ريسبتور ريسبتور جاهزة وفاضية وسهل جدا يرسبط فيها الاغونيست تمام مجرد ما ارتبط فيها الاغونيست وبعطي ماكسيمال افكت احنا قلنا فوق لفوق شوية حكينا عن الماكسيمال افكت انه اه انه احنا في عندنا سبير ريسبتورس ماشي لكن اذا كان انا هذي الكم القليل من الريسبتورس بده يعمل لي اكتيفيشن يعطين الماكسيمال افكت ممكن الاغونيست كل ما زاد عدد الريسبتورس بزيد عندي اللي هو الاخونيست والسنسيتايزنج للاغونيست يعني شيء منطقي بس مور نسستانس تذا انتا اغونيست ليش لانه بزيد عندي الريسبتورس اللي لازم اسكرها انا لازم اسكر هذي الريسبتورس عشان ما اخليها تتعرض للاغونيست عن طريق الانتاغونيست كيف اسخلطة يعني انه انا بدي اخلي بدي اخلي هذي الريسبتورس مغلقة عن طريق انتاغونيست درق كلها لازم تكون مغلقة عن طريق الانتاغونيست درق عشان ما اعمل اي افكت كان ماشي هذا هدف الانتاغونيست يعني الانتاغونيست بنحتاج في انه نعمل اكيوبييشن للاغونيستج لازم تكون مغلقة عن طريق الانتاغونيست فبنحتاج انه نرفع الدوز للانتاغونيس على اساس يعمل لأكثر اللي هو الله مصر الله سيدنا محمد لهذا الافكت عشان نعمل الافكت تعاني بانه نمنع بانه نمنع هذه هذه الـ events ببساطة هم عبارة عن ثلاثة واحد يتتعلق بالاغونيس واحد يتتعلق بالاغونيس وواحد يتتعلق بالانتاغونيس اللي بتعلقوا في الاغونيس هم اثنتين الـ upregulation و الـ upregulation لا انا اغلب الثلون اللي هي احنا عندنا اللي هي downregulation و التاكيف الاكسس بتعلق في الاغونيس افكت الـ repeated agonist effect بينما الـ upregulation بتتعلق في الـ repeated antagonist effect ان شاء الله انها تكونوا الله رسول الله سيدنا طيب اول شي اول شي بحكي لكم عن مميك الا هو الفيسيولوجيكال ماشي مميك الفيسيولوجيكال هون فور اكزامبل يعني الدكتورة في كل المحاضرة حكات الاكزامبلز مش مهمة ولكن انه لازم نعطي اكزامبلز واحد هذا الاكزامبلز اللي هو الايزو بروتيرينول مميكسننورświad Polsce بشبه نور وبنفرين لمايرتبط مع البيتتوار Leadership تحيات في الهيرن تمام طيب ايضا الاغونيست الاندوجينيس لagon استخدام يازمة التحدث الان اروح ال� Knox نروح للماغنيتود عن الدراج احنا حكينا كثير حكينا كثير عن الدراج وحكينا عن اللايغند عن اللايغند ورسيبتور وإنزايمز يعني ما خليناش لكن الان بدنا نحكي كيف بنعرف الدراج افكت يعني شو فايدة اني اعمل اني اعطي دراج ويرتبط لعرسيبتور وما فيش افكت اني هذا من مؤاخذة يعني شو فاعدت يدراج فهي الهالي احنا بدنا الفكت وبدنا الماغنتيود لهذا اليفكت احنا بتهمنا الماغنيتود يعني اذا كانت هذا الماغنيتود ضئيلة فما الفايدة من هذا الدراج احنا بدنا الماغنيتود يعني تكون جيدة لانها تجابه هذا المرض او تجابه هذا الشي طيب عليش بنعتمد اوليش الريسيبتور سينسيطيفيتي تو ذا راج اكيد مر عليكم مصطلح الأفينيتي مصطلح الافينيتي قديش الريسيبتور ممكن قابل لانه يرتبط على هذا الدراج هاتي قضيه بتحدد لي الدراج افكت قضيه الثاني دراج كونسنتريشن عدد ريسيبتور صايد قديش في عندي كونسنتريشن من الدراج ماشي موجود او اكسبوجر للرسيبتور الاخير موجود بين الانه يعتبر بالخصص من الدراج كونسنتريشن من حدد عن كدش في عندنا دراج حطيناه بالاضافة للفارماكوكاينتكس فارماكوكيناتكسيبتور عدد ريسيبتور عدد المثلان or eliminated يعني قديش البيو availability مثلاً لهذا الادراج هل هو 100%؟ هل هو 90%؟ هل هذا يدخل عن طريق الدم؟ يعني اكيد الفرماكو كايناتيكس قد توزو ملائف المحاضرات السابقة فيعني خلوه في الحسبان وهي هي بين الفرماكو دايناميكس والفرماكو كايناتيكس طيب graded dose response relationship بنيجي نفصل هذا اللي هو هذا اللي هو هذا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد هذا الشارت هذا الشارت أعزائي هو عبارة عن % of maximal effect إحنا حكينا عنه 0 وحكينا عنه هو عبارة عن magnitude ماشي مقاسة يعني ولا مش بالضروري يكون في الرقم يعني ولكن هذي أرقام كلها عبارة عن إيش يعني أرقام كمية حلو يعني هي أرقام كمية هو يعني أو نسبة يعني قديش يكون لخمسين بالمية من الأفكت اللازم ستين بالمية من الأفكت اللازم وهكذا فهون وعندنا هو drug concentration تمام هذي بدون اللغريتم وهذي مع اللغريتم حلو أشياء رياضيات يعني تمام خلينا نفهم نقطة هاي خليها في الحسبان النقطة الثانية انو احنا بالعادة بنحط ال drug concentration بالإضافة ل ال % و بنقيس ال % ال % is concentration of the drug that produce response equal to 50% with the maximal response الآن عندنا هون هيكا drug concentration بزيد هون drug or maximal effect بزيد تمام لاحظة انو في عندك drug b عندي drug a drug a have the maximal effect gradually بطلع gradually حلو؟ هذا اندل على شيء بدل على انو مش مجرد ما دخل الدواء مباشرة بعطي الأفكت يعني لو كان الدواء بعطي مباشرة الأفكت كان كان نهوض أو صعود الحارت هكون في الطريقة هاي حلو؟ ولكنه graduate هاي مفاهيم في biochemistry أكلا هاي لدرق ايه؟ هو كل ما يزيد ال concentration الو كان يزيد المكسيمال أو يتجهنا هو المكسيمال لكن لدرق بيه كان يقل يعني أخذ وقت أكثر فمن وصل اللي هو اللهم صلى سيدنا محمد أو أخذ وقت أكثر حتى يصل عن طريق ال concentration نفسه ل اه مؤين أو مؤين مؤين أو مؤين أو مؤين أو 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 دعوة افكت تمام هذه شغل الافكاسي هي الماغنيتود of response of drug causes when it interacts with the attack يعني how much الافكت قديش الافكت يعني ما هو حجم الافكت هذا معنا الافكاسي لكن قديش انا بدي dose من الدراج حتى اعمل الافكت هذا هي البوتنسي ولكل واحدة منهم شروط وضوابط لان البوتنسي هي عبارة عن عبارة عن اللي هو الافينيتي الافينيتي لهذا الدراج and how much drug can attach to the receptor to begin the effect يعني انا عندي هالرسبتور هذا الرسبتور الخطير بدير تبط فيه ايش بدير تبط فيه هذا اللايقند او او هذا يعني الدراج تمام الان how much الدراج ماشي اللي لازمة لحتى انها تنافس تقدر ترتبط بهذا الرسبتور وهذا معناه هو البوتنسي بداش انا افينيتي عندي لهذا الدراج لهذا الرسبتور على هذا الرسبتور هذا معناه البوتنسي تمام تمام طبعا البوتنسي البوتنسي معناه القوة ماشي القوة وليس اليفكت تفرق يعني ممكن الدواء هذا الدواء متى بقول عنه متى بقول متى بقول عنه دواء قوي ومتى بقول عنه دواء ضعيف لما يكون انا عندي هذا الدواء في المينموم دوز تاعه يعني في دوز قليل جدا بعطيني افكت معناه هذا ايش البوتنسي تاعه البوتنسي عالي حلو لكن لما يعطيني هذا الدواء نفس دواء اخر ماشي بدو دوز اكبر وبيعطي افكت بقول عنه البوتنسي تاعه اقل طبعا هذا كلها مقارنات نسبية يعني A to B ما في A نقول عنه والله هذا الدراج A is weak ماشي او مش بوتنس لا لازم يقول A is potent more than أو A is less than ماشي وهكذا يعني هي قضية مقارنة وليست شغلة بحد ذات في مفهوم اسمه EC50 لهو الconcentration of drug قديش انا عندي concentration of drug بتعمل production لا 50% من لنص 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 الحون هيا الخمسين هاي EC50 تمام طبعا هي مشينا هي هي EC50 بس انه المقصود هذا 50% هذا الخمسين خلينا اوضح طبعا طيب هيك EC وهيك 50 هيك 50 هس على 50 بتتعلق بهاي ماشي اللي هي الخمسين في المية of maximal effect الشغلة الثانية اللي هي EC ماشي اللي هي concentration of drug concentration of drug needed to reach 50% of maximal effect حلو حلو جدا حس انا عنده هون ادرق هذا الكنس انترشن والكنس انترشن هون ازاد للثاني تمام بنرفع خط لحد الخمسين ومن الخمسين ونخلي هذا الخط هذا خط الخمسين الدرق A كان في دوز اقل ان تجري ال ال 50% من الماكس والدرق B يحتاج دوز اكثر لحتى يعمل لنفس ال effect بالتالي بنقول الدرق A is potent than الدرق B تمام درق A is potent than الدرق B جميل جدا هذا معناها هاي الدرق A is more potent than if a lesser amount of drug A needed to obtain the same effect يعني احتجنا من الدرق A amount a قل ماشي من الدرق B معناه هاذ is more potent تمام but here we have same efficacy same efficacy it's a new term حكا عن l-efficacy magnitude of response to drug causes when it interacts with a receptor l-efficacy depends on l-efficacy number of drug receptor complex form b-efficacy of the drug itself its ability to activate receptor and cause cellular response يعني ايش اه اول اش لازم اه بتعتمد على العدد على العدد ها ركزه على العدد الكميه the drug receptor complexes طبعا drug receptors complexes formed by ايش البوتنسي اي يعني بتعتمد على البوتنسي البوتنسي تيرم حلو الان الاكتيف الاكتيفتي بتعتمد على الدراج نفسه باضافة للعدد of drug of the drug receptor complexes intrinsic activity يعني خاصية خاصية دوائية في هذا الدواء ايش الخاصية اللي تتعلق بهذا الدواء هي بتحدد لي how much activation of the receptor and posing a cellular response ماكسيمال افكاسي of a drug assumes that drug occupies all receptors and no increase in response is observed in response to higher concentration on the drug طيب اللي هي هون نرجع هو هون اه يعني هذي الشارت بعبرك عن potential only ومثبت لك الاشي الافيكاسي ايش عن الافيكاسي هي الاي ماكس اللي هي المية بالمية هاي اي ماكس وهاي اي 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 فلما نحكي هون فلما نحكي هون فلما نحكي هون هاي عبارة عن البوتنسي هون a is more than البوتنسي of b بس at the same time both reach the e max both reach to the e max here we have the same efficacy هاي ال a وصلت للمية وال b وصلت للمية بالتالي هون الان ما عاد ما عاد نزيد فوق هذا الماكسيمم افكت اني افكت يعني زي ما بقولوها وصلت حدها بس طيب اكيد في يعني كوستين يتبادر لذهنك which is more clinical and why and why question هذا ممكن نتجاوب عنه بطيقة ثانية الطريقة الاولى بناء على المصادر والكتب بتقولي الأفكاسي اكثر من البوتنسي الطريقة الثانية وهي الطريقة المنطقية ماشي وهي طريقة تعتمد على النسبي تمام شوف الدكتور اعتمدت انه الأفكاسي هي المست يوسفل مور كلينك اليوسفل وهو ما تقوله الكتب وهو صحيح لكنه يجي احنا نخليها منطق حلو بتنسي في اس افيكاسي طب انت عندك دواء تمام عندك دواء الافكت تاعه عالي بعطيني افكت قوي جدا حلو او بديش اقول كلمة قوي عشان ما تختلطش المفاهيم بعطيني الافكت تاعه بوصلي الماكسيمال افكت ماشي ولكن بوقت اقصر حلو و دواء ثاني ما بوصليش الماكسيمال افكت بس بعطي افكت بعطي افكت بوقت اقصر من الاول اش ممكن يكون افضل اكيد مية بالمية اللي بعطيني الماكسيمال افكت حتى لو تأخرت شوي ماشي لذلك هنا البتنسي ما الها اهمية بقدر الافكاسي خلينا هون نشوف هذا الشارت مثلا تيبكال دوز ريسبونس كير فور دراجز شوين ديفرانسز ان بوتنسي عن افكاسي يسي ففتي دراج دوز ذات شوز ففتي بيرسنت اوب ماكسيمال ريسبونس هذا دراج اي دراج بي عن دراج سي هون دراج كونسنتريشن عن بيولوجيكال افكت بيولوجيكال افكت نرجع عشان نذكركم ونضلقوا رابطين المقق على نفس الشارت البوقنا هاي البرسنتج اعلى شوية منو تراجسي اعلى اشي فيهم حلو هذي الشغلة الشغلة الثانية بننطل مين الواصل منهم الماكسيمام افكت اي بي سي اي و بي واصلين الماكسيمام افكت سي مش واصل الماكسيمام افكت حلو لانو ما وصل الماكسيمام افكت و بحتاج كاماندوز عالي بل ذلك اصددوه معلوب ارميه في عرض الحائط اااااااا يعني ما بنيهوش مش مفيد نهائيا الان ننروح بدن نقارن بين اي و بي اي و بي والله عندي اي وصل الماكسيمال افكت و بي وصل الماكسيمال افكت الآن بناء على إيش مختار بناء على البوتنسي الالبوتنسي والله درق أي كان إلو إيش دوز أقل عمل الآيفكتي ني stereابيع الآن بالدوز أقل بإذن så بختار درق أي وبستخدم درق أي في حال ثبوت الإفكاسي تمام إذن المنطقي المنطقي أنه في حال ثبوت الإفكاسي نقارن بالبوتنسي وفي حالث ثبوت البوتنسي نقارن بالإفكاسي ولكن دائما في حال التغير نختار الإفكاسي ثلاث جمل في حال أنا عندي درقس ثابت البوتنسي إلها بس بنفس الوقت الإفكاسي مختلفة بختار اللي إله إفكاسي أعلى حلو أدوية أخرى ثابت الإفكاسي تعيتها والبوتنسي إلها متغير بروح بختار بروح بختار إلا هو اللهم صلى الله عليه السلام المحمد البوتنسي إلها البوتنسي إلها متغير بروح بختار المost efficient one الطب أنا عندي متغيرة البوتنسي ومتغيرة الأفكاسي بروح إيش بفضل على إيش بفضل الأفكاسي على البوتنسي حلو حلو ان شاء الله انها تكون وصلك خلينا اكتب هون عندي بوتنسي وعندي هون ايفيكاسي عندي هون ثابت بروح ايش بقارن ثابت بقارن هون بوتنسي ثابتة فروح بقارن بالافيكاسي عندي الافيكاسي ثابتة فروح بقارن بالبوتنسي عندي الاثنين متغير بلغي بلغي البوتنسي وبعمل مقارنة بالافيكاسي تمام لذلك بنقول دائما انه الافيكاسي is more clinically useful more than بوتنسي تمام يا رب انها تكون وصلت نهاية نستودعكم السلامة وبنذكركم في قول الامام ابن القيم ماشي هو من اثر الراحة فتتور الراحة لذلك اخوان المحاضرات اول باول ولا تقاثر شراحتك على العلم اللي بدك تجنيه حيريح على اقل ضميرك ونفسيتك ويرضي ربك قبل كل اشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معكم انا يعني طالب زميركم في دفعة يسر مؤيد بني محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته